اهلا بكم احبائي الكنيسة رسولية والشرابية مشتقلكم جدا وحشتونا بنصلي لاجلكم والاجل بيوتكم واولادكم حماية الرب عليكم اتوقع النهاردة يوم مميز جدا يوم عظيم مليان بحضور الرب بشكر رب لاجل وجود اخويا الاخ مهر عزة مسبح عابد حب الرب من كل قلبه وعندي ايمان ان كل حد معنا النهاردة هيلمس حضور الله بقوة جاهز قلبك وجاهز قلبك وبقول لسه الرسول اربع مرات في روميا وفي لبي وفي لمون وهو بيقول كده والكنيسة التي في بيتك انا نفس النهاردة بيتنا يكون كنيسة للرب كم حد يقول اتوقعك وتوقع حضورك زرنا زيارة خاصة من عندك النهاردة يا رب يلا حبائي خلونا نغمض عنين قبل ما نبدأ تسبيه احنا بنقول للرب عايزينك وطلبينك وطلبين حضورك شكرا ليك لانه لا يخزى لا يخزى منتظريك يا رب انت صالح انت صالح انت عظيم بنستودعك يومنا بنستودعك كل كبيرة وصغيرة النهاردة يا رب عايزين نكرمك ونعليك ونسبحك من كل قلبنا هللويا هللويا هو موجود وسطينا عن كل واحد منا ليس ببعيد قوله النهاردة يا رب محتاج تزورني زيارة خاصة وتلمسني لمسة خاصة في اسم الرب يسوع المباني تتقفل بس حضورك لا حد مباني ولا اماكن ولا زمن انت موجود يا رب انت موجود قوله انت حاضر في بيتي يلا رفع قلبك ورفع قلبك معي يقوله هذا اليوم عظيم يوم بركة يوم لمسات حقيقية الهية يا رب انهار من الروح القدس تجري انهار ماء حي في اسم الرب يسوع يلا واحنا بنبدأ عبادة مع اخويا ماهر يلا رفع قلبك ورفع قلبك قدام الرب انا لاست أشبع من حبيبي انا لاست أشبع من شذاك هاللويا ما أحلى حبيبي هاللويا ما أحلى يسوع هاللويا ما أحلى يسوع انا لاست أشبع من شذاك هاللويا ما أحلى يسوع انا لاست أشبع من شذاك ورفع قلبك امتلأ من حبيبي سلامه يا أحفاظ فكري هارلويا ما أحلى يسوع هارلويا ما أحلى يسوع أنا راست أشبع من شباه هارلويا ما أحلى يسوع تشطاق نفسي أنطره وتمكث في حضراته ويذوب قلبي في دفئه هارلويا ما أحلى يسوع هارلويا ما أحلى يسوع هارلويا ما أحلى يسوع أنا راست أشبع من شباه هارلويا ما أحلى يسوع قال له وحدة سألته صلي كده معي غمد عينك كده حتى لو أنت في البيت وقعد لوحدك أو فوست ناس قل يا ربا عايز النهاردة تقابل معك عايز النهاردة تشوفك يا ربا عايز حضورك يبقى مالي حياة يا ربا مكتوب أنه كان حزقيال بين المسبين لكن وهو بين المسبين وهو عند النهار اتفتحت السماء قل له افتح السماء علي يا ربا عايز أتقابل معك عايز أتروي منك يا ربا عايز أشوفك موسيقى أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك أنا طالبة تغير لشخصك تغير وإن كان حبي صغير لمسيت أكثر وين قلبي هيستنىك طلبه يكون معاك حبك لا سواك هو اللي هيشفيه أنا طالبة تغير لشخصك تغير لشخصك تغير وإن كان حبي صغير لمسيت أكثر وين قلبي هيستنىك طلبه يكون معاك حبك لا سواك هو اللي هيشفيه أنا طالبة حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك أنا طالبة حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك قربك مجد تاني في عشرتك أغاني حبك ليه معاني قلبي بيت هك ياء قلبي بيت هك ياء جلسة بين إيدك وسبوده يالديك نظرة من عينك كل ما أتمنى قربك مجد تاني في عشرتك أغاني حبك ليه معاني قلبي بيتك جالسة بين يديك واسفودي لديك نظرة من عينيك كل مات يلا اقول معانا انا طالب انا طالب حضور ولد الرضاك تفلاني بنورك بالقرب معاني انا طالب حضورك ولد الرضاك تفلاني بنورك بالقرب معاك يا ابرع جمال لك مجد وجلال حبك فائل خيال عنوان الصليب ما لم ترعين او تسمع بيه اذان او يخطر ببقى او يخطر ببقى حبك يا حبيب او لد الرضاك تفلاني بنورك بالقرب معاك انا طالب حضورك او لد الرضاك تفلاني بنورك بالقرب يا نهر يا نهر السباحة بتخمر ورحة يا محول المناحة في قلبي بأيديك لا للركباتين ولا للحاقوين بل بكرب قلبك عبرني إليك يا نهر سباحة بتخمر ورحة يا محول المناحة في قلبي بأيديك لا للركباتين ولا للحاق قوين بل بكرب قلبك عبرني إليك أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك من أول الكتاب المؤدس وإنت تلاقي نوعيات من الكتاب المؤدس رجال الله القدسين يسيبوا فأول ما يسيبوا بالشمال ياخدوا باليمين على طول بمعنى كان لوت وإبراهيم ماشيين مع بعض بس لوت ما يسيبش بالعكس ده ياخد إبراهيم يقول له خد اللي أنت عايزه بس إبراهيم يسيب كل اللي في إيده ويخرج من أرضه وعشرته حتى الغنم والأرض اللي كان ربنا مدهاله وكان المفروض هياخدها فالوت يستحسن الأرض فياخدها منه فالله إبراهيم يسيب وأول ما يسيب السماء تتفتح له وربنا يقول له أنا ترسل لك أجلك كثير جدا ارفع عينيك لفوق لنجوم السماء هخلي نسلك زي نجوم السماء بص على رمل البحر هخلي نسلك زي رمل البحر تمشي قدام شوية موسى 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 يحط في قلبه أنه لا يتنجز بقطايب الملك ولا بخمر سوري موسى أنه أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الرب عايز يا موسى قالها سيب بالشمال وأول ما يسيب بالشمال يلاقي علقة محترقة يقول أميل لأنظر هذا المنظر وأول ما يميل لأنظر هذا المنظر ربنا يمسك فيه ويقول له هملة حياتك بالمجد وتعاين النور كل أيام حياتك تعالوا نقول مع بعض عددين ثلاثة من أنا حي بك يا شمس الحياة يا رئيس الحياة متكون من ترابه روحي أنا حي بك يا رئيس الحياة متكون من ترابه وروحي في الإله أنا حي بك يا رئيس الحياة متكون من ترابه وروحي في الإله يا من صنعتني سكنت فيها والروح بيشدني من أرضي للسماء يا من صنعتني سكنت فيها الروح بيشدني من أرضي للسماء يا محلة تسبح إنسان سبح لله في مرآة في مرآة شايف واخد رايح لله يا محلة تسبح إنسان سبح لله في مرآة شايف واخد رايح لله شكوان بيزيد ويفد ويقول الله يا الله يا الله يا الله شاهد وزفير مرهن بين اسمتك تكويني ومصير أوجد بك المتاك شاهد وزفير مرهن بين اسمتك تكويني ومصير أوجد بك المتاك قولي أنا بحبك ألقيني كل عنك وأما ترجعني لي هرجع واشتق لقرمك قولي أنا بحبك ألقيني كل عنك وأما ترجعني لي هرجع واشتق لقرمك ألقيني كل عنك يا محلا تسبح إنسان سابح لله في مرآة شايف واخد رايح لله يا محلا تسبح إنسان سابح لله في مرآة شايف واخد رايح لله شكوان بيزيد ويفيد ويقول الله يا الله يلا اقول معي حبك حبك عملي كان يعيش على الحب فيك ويتدفى المهام ويروح بمخافة لك حبك عملي كان يعيش على الحب فيك يتدفى المهام ويروح بمخافة لك قمراتك تحمي قلب العبد من اي موت لما يريدك ويقبل يموت حب في السقود قمراتك تحمي قلب العبد من اي موت لما يريدك ويقبل يموت حب في السقود يا محلا تسبح إنسان سابح للك في مرآة شايف واخد رايح لله يا محلة تسبح إنسان سباح لله في مرآة شايف واخد رايح لله الشيء جواه بيزيد ويفيد ويقول الله يا الله دانيال كمان اللي أنا قلته في التعليق اللي فات يحط في قلبه مع الفتية الثلاثة إن هما ما يتنجسوش بالأكل اللي بيقدمه الملك ما يتنجسوش بالأشياء اللي في العالم لأن العالم زي ما بيقول كده الكتابي أسيس العالم يمضي وشهوته هتحط عينك في العالم اللي هيمضي وشهوته انت هتمضي وراه هتروح وراه ده زي ما بتقول الترنيمة ده يا مطواه أموات بس عارف أول ما يطلبوا من قلبهم من هما ما يتنجسوش بدأ ربنا يعلم قامهم جدا ربنا يرفع من شأن واحد زي دانيال ده يقول الحلم اللي الملك بيحلمه من غير ما يتقلو يقول الحلم ويقول تفسيره ايه الحلاوة دي ايه الجمع ايه الناس دي ايه الروعة دي دي ناس فضلت طريق ربنا عن طريق العالم طريق زي ما بيقول الكتاب المؤدس في قصة حياة داود حتى بعد داود يقول اختار طريق داود أبيه ورفض طريق بالعال وواحد تاني اختار طريق بالعال ورفض طريق داود انت من اي نوعية بتختار اني سكة بتختار اني طريق النهاردة اقول للرب معايا واحد قلبي لخوف اسمك عايز يا رب اعبودك في حلقتين جمال جدا الاسيس ناشد وانا على القرمة في نارا نور عن العابد شخص العابد شخص العابد يفضل من قلبه حاجات فربنا يبص على القلب من جوه يقول اه قلب داود دا من جوه زي نفس نوعية قلبي عايز ايه عايز يعرفني عايز يعبودني عايز يكرمني يلا اقوله معايا في الترنيمة الجميلة اللي جاي خليني لما افتح عيني اول فكرة صدقني دا حلو دا حلقه حلاوة وكله مش تهيات خليني لما افتح عيني اول فكرة يا رب انت جيني اني اقوم واعد وياك واسمع صوتك وكلامك واسمع صوتك وكلامك جوا كلامك بلا اليوم بسوطك واسمع تكشف لي تكشف لي ايه جواك كلك مش تهيات يا حبيبي استاهل سجودي وطيبي بقعد قدامك برتاح تحت اناحك غنى وفرح بقعد قدامك برتاح تحت اناحك غنى وفرح دا كلامك مش اي كلام بياخدني الخطوات قدام ويغير جهلي للنور بطعم وسط البرية ساند قلب حافظ رجلي ياخد عيني من المنظور دا كلامك مش اي كلام بياخدني الخطوات قدام ويغير جهلي للنور بطعمي وسط البرية ساند قلب حافظ رجلي بطعمي البرية اخد عيني من المنظور كلك مش تهيات يا حبيبي استاهل سجودي وطيبي كلك مش تهيات يا حبيبي استاهل سجودي وطيبي بقعد قدامك برتاح تحت اناحك غنى وفرح وفراح بقعد قدامك برتاح تحت جناح انا وفراح انا جاي بخشع بخضع لك وبقلبي بسكت واسمع لك في المخدع علمني اعيش طالب شوقي زيد جوايا واختلي بيك وادوب في الآية زيك في جمالك ده مفيش انا جاي بخشع بخضع لك وبقلبي بسكت واسمع لك في المخدع علمني اعيش طالب شوقي يزيد جوايا واختلي بيك وادوب في الآية زيك في جمالك ده مفيش كلك مش تهيات يا حبيبي استاهل سجودي وطيبي كلك مش تهيات يا حبيبي استاهل سجودي وطيبي بقعد قدامك برتاح تحت إنا حق إنا وفراح بقعد قدامك برتاح بحق إنا حق غلا وفراح أنا جاي لك بخشوع وبقلبي بسكت واسمع لك بتقدمي قلب أقدم سجود عايز أختم معاكم بالترنيمة الجميلة اللي جاية بس كلمة سجود الحقيقة ما تخلينيش عدي عليها كده وامشي لأنه السجود مش بس توطيت راس يعني مش بس تقوم موطي كده ورشم الصليب كده ويعني بخشوع ده كويس ده أنا مبرفضش ده ودي حاجة كويس إن احنا يعني نقف بزينة مقدسة وباحترامه وقار قدام ربنا بس قبل الحتة دي في حتة برضو تخص القلب إيه اللي يخص القلب تعالوا نشوفها من أول واحد حاب يقدم في الكتاب المؤدس سجود مين أول واحد يا سيس حاب يقدم في الكتاب المؤدس سجود هابيل قدم زبيحة ففي كلفة لكن أول واحد اتكتب عليه أو اتقال عنه إنه رايح يسجود إبراهيم إبراهيم رايح يسجود كان رايح يقدم مين ابنه فإبراهيم مش رايح بس يوطي ويرشم الصليب أو يوطي بخشوع قدام ربنا لا ده في إدس السكينة مرفوع على ابنه طب عايز تقول إيه سجود بدون كلفة لا يعني سجود سجود بدون حاجة مقدمة لربنا ما تعنيش سجود إطلاقا مريم تقعد عند رجلين الرب وتقدم سجود بتقدم إيه قالت بقدم اللي عندي إيه اللي عندك النهاردة تقدمه لربنا إنت مش مطلوب تقدم سحاق وما فيش حد من الكتاب المؤدس تاني الطلب عنه يقدم سحاق ده واحد بس وكان رمز للآب وحتى ربنا قال له خد ابنك ورجع ابنك ما يملاش عيني لإني ابني ملع مية ابني السماوي ملع مية فعايز أقول لك إنه إنه يعني مش هتقدم سحاق بس هتقدم اللي عندك بتاعك إنت اللي في حياتك إنت إيه اللي يمكن خطية ربنا عايزك عايزك علشان تقدم سجود تسيب خطية الخطية اللي في حياتك تسيبها عدم تقديرك لربنا وإنه هو يكون الأول في حياتك ده ده أنت مش مقدر ربنا يمكن يكون عايزك في الوقت ده تقدر حياة ربنا وتقدر سجودك وتقدر العلاقة مع ربنا أكتر من كل الأمور اللي أنت بتشتغل بيها أو بتشغل بيها تعالوا نقول مع بعض في الترنيمة الجميلة اللي جاي أنا بطلب معك وإن كان في قلبي خطية ورعتها كتير خلصني خلصني من العبودية بقوة تحرير أنا بطلب مجدد أنا بطلب مجدد وريني مجدد وإذا كان في عنايا أشور شلها بيها يالا أقول معايا أنا بطلب مجدد وريني مجدد وإذا كان في عنايا أشور شلها شلها بيدك يا يسوع يسوع تحدي يا يسوع تحدي بتمسك بيك وإنت فرح يوتاني أنا عيني عليك ياسوع تحدي يا يسوع تحدي انا عيني علي يلا اول من قلبك انا بطلب مكدا وريني وريني مكدا واذا تنفع عنايا وشور شلها بياك انا جاي انا جاي وفي قلبي خاطئة ورعتها كتير خلصني من العبودية او التحريق امين يا راح انا جاي وفي قلبي خاطئة ورعتها كتير خلصني من العبودية او التحريق انا واطلب مكدا اريني مكدا وريني مكدا واذا تنفع عنايا وشور شلها بياك انا مستنيك انا مستنيك انا مستنيك يا فدية وقلبي عقشان رؤية شخصك تحين نبع المالية انا مستنيك يا فدية وقلبي عقشان رؤية شخصك تحين يحين يا رب نبعك مالية انا انا بطلب مكدا اريني مكدا اريني مكدا اريني مكدا اريني مكدا واذا تنفع عنايا اشور شلها بياك اريني مكدا امين هاللويا هاللويا مرات كتير مجد الرب فيكون مكلف زي اخويا ماهر ما قال بس مجد الرب كمان محتاج امور تانية عشان نقدر نعاين مجده نعاين مجده نعاين مجده واحنا ماشيين في سلسلة من معاملات الله في وسط الضغوط ممكن ابقى مضغوط فالناس برا يقولك انه الغاية تبرر الوسيلة والناس برا عندهم مبادئ لكن وسط الضغوط ترى لو انا مش بحي حياة مقدسة زي ما كنا بنحك وقت الترانيم والوقت اللي جاي خلونا واحنا ماشيين في نفس الترتيب اسبوع الفات كلمنا من صامويل الاول الصح الاول تعالوا النهاردة نطلع صامويل الاول الصح اربعة تعالوا نشوف الصح ده صح جميل ورائع صامويل الاول الصح اربعة فيه دروس غالية ربنا عايز يوصلها لقلوبنا في اسم الرب يسوع انا متأكد انه الرب هيجي على كل حد فينا النهاردة بكلام خاص جدا جدا يقول وكانك كلام صامويل الى جميع اسرائيل وخرج اسرائيل للقاء الفلسطينيين للحرب ونزلوا عند حجر المعونة واما الفلسطينيون فنزلوا في عفيق واستفى الفلسطينيون للقاء اسرائيل يقول كده واشتبكت الحرب فانكسر اسرائيل امام الفلسطينيين وضربوا من الصف في الحقل نحو اربعة الاف رجل فجاء الشعب الى المحلة وقالوا شيوخ اسرائيل لماذا كسرنا اليوم الرب امام الفلسطينيين لنأخذ لانفسنا من شلو تبوت عهد الرب فيدخل في وسطنا ويخلصنا من يد اعداءنا فارسل الشعب الى شلو وحملوا من هناك تبوت عهد رب الجنود الجالس على الكاروبين وكان هناك ابن عالي حفن وفنحاس مع تبوت عهد الله وكان عند دخول تبوت عهد الرب الى المحلة ان جميع اسرائيل هتفوا هتافا عظيما حتى ارتقت الارض فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف فقالوا ما هو صوت هذا الهتاف العظيم في محلة العبرانين وعلموا ان تبوت الرب جاء الى المحلة فخاف الفلسطينيون لانهم قالوا قد جاء الله الى المحلة وقالوا ويل لنا لانه لم يكن مثل هذا منذ امس ولا ما قبله ويل لنا من ينقذنا من يد هؤلاء الالهة القادرين هؤلاء هم الالهة الذين ضربوا مصر بجميع الضربات في البرية تشددوا وكونوا رجال ايها الفلسطينيون لألا تستعبدوا للعبرانين كما استعبدهم لكم فكونوا رجالا وحاربوا فحارب الفلسطينيون وانكسر اسرائيل وهرب كل واحد الى خيمته وكانت الضربة عظيمة جدا وسقط من اسرائيل سلسون الف رجل وأخذ تبوت الله ومات ابن عالي حفني وفنحاس فرقد رجل من بن يمين من الصف وجاء الى الشلوف ذلك اليوم وسيابهم ممزقة وتراب على رأسه ولما جاء فإذ عالي جالس على كرسي بجانب الطريق يراقب لأن قلبه كان مضطربا لأجل تبوت الله ولما جاء الرجل ليخبر في المدينة صرخت المدينة كلها فسمع عالي صوت الصراخ فقال ما هو صوت الضجيك هذا فاصرع الرجل وأخبر عالي وكان عالي ابن سمان وتسعين سنة وقامت عيناه ولم يقدر أن يبصر فقال الرجل العالي أنا جئت من الصف أنا هربت اليوم من الصف فقال كيف كان الأمر يا ابني فأجاب المخبر وقال هرب اسرائيل أمام الفلسطينيين وكانت أيضا كسرة عظيمة في الشعب ومات أيضا ابناك حفني وفنحاس وأخذ تبوت الله وكان لما ذكر تبوت الله أنه سقط عن الكرسي إلى الوراء إلى جانب الباب فانكسرت رقبته ومات لأنه كان رجلا شيخا وسقيلا وقد قضى لإسرائيل أربعين سنة وكانته امرأة فنحاس كانت حبلة تكاد وتالد فلما سمعت خبر أخذ تبوت الله وموت حميها ورجلها ركعت ولدت لأنه مخاضها انقلب عليها وعند احتضارها قالت لها الوقفات عندها لا تخافي لأنك قد ولدت ابنا فلم تجب ولم يبالي قلبها فدعت الصبي قائلة قد زال المجد من إسرائيل لأن تبوت الله قد أخذ ولأجل حميها ورجلها فقالت زال المجد من إسرائيل لأن تبوت الله قد أخذ حقيقة مشهد رهيب جدا جدا بيحكي لنا عن حرب ووقت الضغوط والفلسطينيين ويتكلم استعباد وأمور رهيبة جدا ويجي لصح ده فيه كلمة لم تتكرر في كل الكتاب وهي كلمة إي خابوت أو زال المجد هي كلمة ترجمتها أين المجد أو لا مجد حيث أنه لا مجد أو زال المجد هناك أمور رهيبة جدا هناك كسر عظيمة كنا بنرنب ونقول للرب أنا بطلب مجدك وريني مجدك طب كيف أعاين مجد الله فوسط الضغوط فوسط الحرب فوسط البرية اللي أنا ماشي فيها فوسط أمور كتيرة الرب على قلبه النهاردة يصنع أمور عظيمة ويكلم قلوبنا كلام خاص جدا جدا جوا قلوبنا أنا بصلي في اسم الرب يسوع النهاردة صوت الرب يوصل لقلبك وقلبك صوت الرب يجي النهاردة ويطمننا ويقول لنا أنه عودة المجد يجي المجد مرة تاني طب ليه زال المجد؟ في الحقيقة أنا مش هطول عليكم بس أقول أنه المجد يزول لما يحصل أمور الرب عايز يعلمهننا النهاردة يعني مثلاً لما تمسك السفر ده من أول يعني صحاحة اتنين مثلاً يحط لنا أول حاجة من الحاجات اللي تقول ليه المجد المجد يزول أول حاجة في الحقيقة يقول كده أنه في عدد اتناشر عدد اتناشر وكان بني عالي بني بلعال يعني بلعال يعني الشطان خيال اتنين كهنة وبيخدموا وبيخشوا لهكل وارفعوا زبيحة بس التقرير اللي هي دولة ولاد بلعال دولة ولاد الشطان أول حاجة ما تخلنيش أعاين حضور الله أنه ما اختبرتوش اختبار حقيقي على فكرة التدين ما يودينيش السماء والتدين ما يستحضرش مجد الله التدين يخل الضمير الضمير يهدى بس القلب من جوه مليان بالفراغ القلب من جوه عايز يعود من جديد يلمس حضوره لو أنا بعيد عن الرب لو أنا مش ابن للرب لو أنا متدين في الحقيقة عندنا مواقف كتير في الكتاب الفرق ما بين هبيل وقاين واحد قدم زبيحة وجاية ستر في الدم واحد رايح على حساب أعماله أنا زارع حاجات حلوة أنا عندي حاجات حلوة إيه اللي عندك حلو؟ إيه اللي عندك عايز تقدمه الربنا؟ أنا عندي فكهة ومانجة كومترة وعندي خضار وكرومب وطماط هتقدم لربنا إيه؟ هتقدم له حبيب الأرض تلعنت ما عادش فيها حاجة تنفع لا أنا أعمالي حلوة في ناس عايزين يقربوا الربنا من خلال أعمالهم يعني تلاقي يلسلك وطريق قائن الناس اللي سلكوا طريق قائن دولا ايه طريق قائن اللي يقول عنه في رسالة يهوزة؟ دولا مستندين أجيب ألف بطنية ووزعهم أعمل ألف شنطة غزائية في أيام الأزمة والفيروس ووزعه كل ده حلو على فكرة بس ده ما ودنيش السماء شهادة الإلهية هنا بانوا وبالعال وحيثوا أنه لا يوجد الرب في القلب لا يوجد مجد لما تبص معايا في لؤة 18 أقولك سنان سعدة إلى الهيكل اللي يصلي اتنين طلعوا يصلوا مع بعض واحد مقترب للرب على حساب إيه؟ على حساب أنه بيعمل حاجات حلوة يقول إيه؟ اللهم أشكرك رجل جميل يا أخويا مهربين ده صلاة وصلاة قانونية يبدأها بالشكر بس مش بشكرك لأن انت حلو لكن اللهم أشكرك لأني لأن أنا حلو لأن أنا لست مثل باقي الناس الناس دولا في كفة وأنا في كفة لست مثل باقي الناس الظالمين أنا بشكرك لأن أنا مش بظلم والزونات أنا ولا مرة زنيت وبعدين يقولي يعني لست مثل باقي الناس الظالمين والزونات والخطفين عمري ما خطفت وبعدين يقولي ربنا حكتين حلوين كمان يقوله أصوم مرتين في الأسبوع الرجل ده طب بأمانة مين فينا بكرس ومين صوم في الأسبوع معرفش كان عين ده أربعة وجمعة ولا اتنين واربعة بس نهم كان بيصوم يومين في الأسبوع بعدين يقوله وأعشر كل حلوة كل ما أقتني بدفع عشوري أول باول طب إيه رأيكم بأمانة في الرجل ده الرجل مش بيظلم ولا يخطف ولا يزني وبيصوم يومين في الأسبوع وبعدين بيدفع عشورة أول باول ده لو في التقرير الأرض ده يقوله عليه ده مية مية ده مية مية ده قديس ده رجل السمحة بس واحد يقول عنه انه هو وبعدين الرجل الفرسي يقوله ربنا اوع ما تكونش واخد بالك ولا مثل هذا العشار الخاطئ اوع ما تكونش واخد بالك من رجل الوحش اللي واقف ورا هناك ده لم ياشق وقف من بعيد مكسوف من ربنا قوي ولم ياشق ان يرفع عينيه لفوق جاي موطي ووشه تحت وبعدين يقول قرع على صدرك يا عم بتدب على صدرك ليه قال انا عايز اقول له ربنا انه قلبي ده مليان خطيئة ومليان نجاسة عايز اقول له ربنا انه قلبي مفوش حاجه حلو وقال له ربنا صلوة صغنونة قد كده بس صلوة قلبة السمه يقول له ايه اللهم ارحمني عارفين الرجل ده مرة مرة عادت اتأمل كده عارفين لو الرجل ده قالوا اللهم ارحمني انا خاطي طب ما كل الناس خطر بس ليه اقول له ربنا ايه اللهم ارحمني انا الخاطي الخاطي دي تحمل معاني رهيبة جدا وكانه عايز يقول له ربنا انا الخاطي الوحيد على الارض رب يسوع شخصين اقول له اقول لكم نزل الى بيته مبررا عارف تديونك ماودكش السمه خدمتك ماودكش السمه عارف يا مخدام هيروحك حين تقول له ده كان بيخدم قالوا له يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا أليس باسمك اخرجنا الشياطين الرب يقولهم ايه اذهبوا عني اني لا اعرفكم ده كان في الكنيسة ايوة امالوا ده كانوا في الهيكل ايوة امالوا ده كانوا بيرفعوا زبايحة بس مالهمش اختبار شخصي حي وولادة من فوق كلمة ولادة من فوق دي ده مش تعبير بروستانت على فكرة ده تعبير كتابي لما تيجي تقول له اتولدت من فوق يقول لك ده شغل بروستانت حبيبي ده المسيح قال له ان لم تولدت من فوق في يحنا ثلاثة انت ليك ولادة حقيقة عشان كده اولاد بلعان طول ما انا لسه الرب ما سكنش قلبي لأ اعاين مجد الرب اثنين يقول عنهم في عدد اتناشر برد وطلتاشر يقول ولا حق الكهنة من الشعب كلما زبح رجل زبيحة يجي غلام الكهن عند طبخ اللحم ومنشلزه ثلاثة اسنان زي الشوكة كده بس طويل ويقول كده يعني ادينا لحم للكاهن فيضرب في المرحضة او المرجل او المغلة او القدر وكل ما يصعد به المنشل يأخذه الكاهن لنفسه هكذا كانوا يفعلون بجميع اسرائيل الاتين الى هناك في شلوه كذلك قبل ما يحرق الشحم يأتي غلام الكاهن ويقول للرجل الزابح اعطي لحم ليشو الكاهن فانه لا يخذ لحما مضبوخا بل نياء فيقول له الرجل ليحرقه اولا للشحمة ثم يأخذ ما تشتهي نفسه فيقول لا الآن تعطيني وإلا فسأخذ غصبا طب والنتيجة فكانت خطيئة الغلمانة عظيمة جدا امام الرب لان الناس استهانوا بتقديمة الرب قال لك عام لما الخدام والكاهنة بيعملوا كده اما ليحنا نعمل ايه ايه المصيبة او البلوة الكبيرة دي عايزين يقولوا حاجة رهيبة جدا هنا عايزين يقولوا مشكلة عظيمة انه جايبين شوية عيال بلطاجية صوبيان كل واحد مسكن شوكة منشل ذو ثلاثة اسنان ادينا لا طب بس يدوا الرب حقه وبعدين ياخدوا لا هناخد بالغصب وانا عايز اقول لكم نمر واحد انهم لم يعرفوا الرب اتنين لم يعرفوا حق الرب ايه يعني حق الرب عايز اقول لكم حاجة رهيبة جدا ان الناس بتتأثر بسلكنا قبل كلمتنا يقولك الناس استهانوا بزبيحة الرب ليه الناس اليومين دول بتستهين بزبيحة الرب اذا كان الخادم والكاهن اولاد عالب يعملوا كده امال احنا نعمل ايه ده كتب خير ربنا ده يقولك ده انا كده كويس ده انا كده زي الفل عشان كده يزول المجد لما ما نعرفش يعني نعيش للرب كما يحق لانجيل المسيح كما يحق لانجيل المسيح وكانه عايز يقول اللي عايز يعاين مجد الرب يسلق بقداسة يعيش يعيش للرب وهو عارف حق الرب حق الرب الناس استهانوا بالزبيحة ليه النهاردة فيه هجوم على الخدام وعلى الخدمة وعلى الكنيسة وعلى شعب الرب مش حال كنيسة في كل العالم عارفين ليه؟ لانه على المنبر ممكن يشوفني بشكل بس تحت المنبر يشوفني بطريقة تانية شوفني برفع صلوات سلما تيجى عند الحق أو الأغد الموضوع بيبقى مختلف يا أحبائي ولاد عالي هنا زال المجد ايه خبوت لانهم في الحقيقة أولاد بلعان لكن لانهم أيضا لم يعرفوا حق الرب بس عندي نقطة مهمة جدا جدا فعدد 22 يقولي بقى وشاخة عالي جدا وسامع بكل ما عملوا بنون بنون اللي هم حفني وفنحاس كاهن الرب بأنهم كانوا يضجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع ياد البلوة ياد المصيبة أول حاجة لم يعرفوا الرب اثنين لم يعرفوا حق الرب ثلاثة لم يقدس الرب في القلب يعني ده الناس برا يقولك إذا بوليتهم دول في باب خيمة الاجتماع والنساء المجتمعات عارف أخويا مهر فانضايك الترجمة الوحيدة اللي جايبها النساء المجتمعات لو قاريتها في أي ترجمة تانى عربي المتجنتات للخدمة وجاية في ترجمات الخادمات تخيل لما بيت الرب يتحول وتبقى فيه المأساة دي لشهوة وعدم قداسة وتصبيط وتربية يجي الرب يقول لا يمكن مجد يكون في مكان زي كده القداسة القداسة اللي يقول عنها كده إنه في عبرانيين 12-14 والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب لو عايز أشوف الرب لو عايز ألمس حضور الرب أنا علي أن أنا إناء يكون جاهز يقول كده في سفر شعيات تطهروا تطهروا يا حملي آنية الرب وكأنه الرب عايز يوصل لنا زي ما قال لي يشوع كده يقول له تقدسوا لإني غدا أصنع في وسطكم عجائب تتقدسوا هتشوفوني طب لو ما تقدسناش ولا حاجة ممكن تحصل وده اللي على قلبه ربنا يعملوا الوقت اللي جاي اللي عايز يشاهد مجده وشاهد حضوره يجاهز قلبه سيدة قال كده طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله إيه خبوت ليه إيه خبوت أولا لأنهم لم يختبروا معرفة الرب لم يعرفوا الرب معرفة حقية لأنهم لم يعرفوا حق الرب بدأوا يسلقوا بعدم قداسة وياخدوا اللي مش ليهم لكن كمان هنا لم يقدس الرب في القلب السلوك بقداسة السلوك يحمل قداسة في المشاعر والعواطف واللمس والهمس بحب بلوك التنر بعت يسعى لما رجل الله علي شعب راح عند المرأة الشنانية تقول لرجلها تقرير رهيب قد علمته أنه رجل الله مقدس وفي العبر جاي مخصص مخصص الذي يمر علينا دائما وكان عندي سؤال زمن هم ما بيتعرفوا إلا بيتعرفوا دول ده من كلامه من طريقة سلامه من عينيه رايحة فيه الرجل ده رجل الله مقدس بس رأيكم هنا الأية دي محدش بيقولها أنهم كانوا يضجعون النساء الخادمات أو المتجندات للخدمة في باب خيمة الاجتماع فما تزعلش أنه لما يكون فيه وبعدين يقول لك ايه يعني اسمع عبرات في مصر وبره مصر فهي حتى يقول لك يا أخي مال ومالوا يعني ما تخلي أولادنا يعملوا اللي عايزينه قدام عينينا بدل ما يعملوا من ورانا طب ما فيش حاجة وسط يعني فيش حاجة وسط عندما تتحول الكنيسة إلى نادي اجتماعي عندما تتحول الكنيسة إلى عدم قداسة في العلاقات عندما تتحول الكنيسة إلى فعل الشر في عيني رب حلو يوسف جميل يوسف جميل يا يوسف لو ما عملتش الخطيئة تخش السجن أنا نعض عمره كله في السجن ولا أكسرش قلب سيدي يا يا ما يعديش صحين إلا وفرعون يقول هتولوا المركبة التانية وكل الناس توقت قدام ويوسف رفض أن ينحني أمام الخطيئة فانحنت أمامه كل مصر يا رب بيدور على النوعية دي بيدور على نوعية بيحب القداسة عايزين مجد الرب يعود طب تعالوا نقول لرب قدس أونينا من تاني قدس أونينا من تاني يا رب بس حاجة من الحاجات الرهيبة جدا 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 انه مش بس دولة بيعملوا النجاسة وبياخدوا اللي مش ليهم وبعاد عن الرب لكن حاجة من الحاجات يقول ايه يقول في الصحة ثلاثة عشان ما نطولش فيه حاجات كثيرة بس في الصحة ثلاثة يقول ايه وكان الصبي صاموئيل يخدم الرب أمام عائل وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام ولم تكن رؤية كثيرة عارف واحدة من الحاجات اللي تجلب حضور الله ومجده يعني التعليم النقي يعني عارف الكنيسة الحقيقة في أعمال اتنين اتنين واربعين يقولي ترتيب الحاجات اللي الكنيسة كانت بتعملها اخويا مهر يقولك ايه يقولك وكانوا يوظبوا نمرة واحد على تعليم الرسل وبعدين والصلوات وبعدين وكسر الخبز والشركة ايه الحكاية نمرة واحد التعليم عندما يكون التعليم صحيح تكون البنى صحيح يكون البنى صحيح وتكون النفوس من جوه صحيح التعليم الخطأ الله ما يجيش وسط شعب لا يحب التعليم كلمة الله عارفين بطرس الرسول قال في رسالته الثانية واحد تسعتاشر قال وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت تفعلونا حسنا إن انتبهتم إليها كما لصراج المنير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم وشعياء يقول نفس الفكرة يقول إيه يقول إلي الشريعة وإلى الشهادة وإن لم يقولوا مثل هذا القول ليس لهم فجر أنا بحب شعياء 28 ده ليه؟ لأنه بيقول كده إلى الشريعة وإلى الشهادة ولو ما قالوش كده ليس لهم فجر ما يجيبش النهضة ما يجيبش الحضور اللهي غير نفوس مبنية على كلمة الله الحية الصحيحة لكن طالما محمولين بكل ريح تعليم طالما إحنا إحنا يعني متدروشين طالما إحنا تبع ما يطلبه المستمعون أروح أسمع ترنيمة من مرنم بحبه وأسمع وعظايا من واعظ بحبه وروح حضور الله ما تلاقوهوش تلاقي حاجة اسمها إيه خبوت لا مجد أو زال المجد عشان كده الرب جاي النهاردة بيقول كم حد فينا عنده أشواء لكلمة الله الرب يسوع في يحنى خمستاشر ثلاثة هو بيكلم التلميذ قال لهم أنتم الآن وما بيتكلم عن الكرمة أنا الكرمة وأبي الكرام كل غصن فيها يأتي بصمر ينقيل يأتي بصمر أكثر وبعدين الرب يقول لهم أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به كلمة الله تنقينا وحيث لا توجد كلمة الله لا توجد رؤية لا توجد رؤية الكلمة ندور على كل النهضات لما تلاقيها يعني مثلا نهضة زي نهضة فأيام عزرة وأيام نحامية تلاقي أنهم جابوا سفر الشريعة ورحوا وقفوا الشعب أنا بستغرب يا أخوة إمان هو الأيام اختلفت ولا الناس اللي اختلفت ويقفوا يقروا كلمة الله نص النهار يعني مثلا من الساعة سبعة الصبح كده للساعة ثلاثة أربعة العصر وقفين بس بيقروا في سفر الشريعة والشعب بدأ يبكي وقلب يوتوب على فكرة ما أقعزوش منها كلمة الله قادرة أنها تزلزل القلوب لما تقرأ عن نهضة يوشية مثلا وجدوا في سفر الشريعة مرمي وسط الكركيب وهم بينظفوا بيت الرب لما تحب تجيب نهضة حقيقة رجوع لكلمة الرب عايز أقول لكم على حاجة أكتر اجتماعين لا يقبل عليهم المؤمنين درس الكتاب واجتماع الصلاة ليه؟ ليه؟ طب قول كده عندنا خادم عنده مواهب شفة تلاقي الناس على بعض قول عندنا مثلا مهر ده راجل عابد جميل بحبه والكنيسة تفتخر أنه عندنا الخدام الجمال دون بس تخيل لو عندنا خادم مشهور على الميديا قولنا عندنا فلان الفلان تلاقي الناس جاية قول طب عندنا اجتماع صلاة طب قول عندنا اجتماع درس كتاب طب قول عندنا مصرحية تلاقي الكنيسة ايه؟ على بعض قول عندنا درس كتاب في موضوع مهم لا لا الموضوع ده بيقصناش عايز حضور ربنا يجي القلبك كلمة طلب لم تكن رؤية لأن كلمة الرب كانت عزيزة بصوا ايه خبوت ايه خبوت لأنهم بني بالعال ايه خبوت لأنهم لم يعرف حق الرب ايه خبوت لأنهم لم يقدس لم يقدس الرب في القلب ايه خبوت لأنه كلمة الرب كانت نادرة جدا لم يحبه كلمة الله بس ايه خبوت حاجة تاني والوقت بيجري وأنا نفسي ناخد وقت عبادة وصلاة عن حضور الله حاجة رهيبة ودي هقولها ورزق على الله ان هما استخدام المقدسات بأغراض غير نقية ايه؟ انا بص احنا عندنا كلمة السر ايه؟ اتكسرنا قدام الفلسطينيين ومت اربع وقفوا بقى احنا هنوريكم شغلوك هتعمل ايه؟ اجري يا ابن انت وهو هاتوا التابوت يا عالي وحفني وفي الحاس هناخد بس التابوت يخلص لنا الحرب ونرجعه هو دي تعويزة ولا ايه؟ رحوا جابوا التابوت وحطوه فوق الكتاف ودخلوا تخيلوا ان الفلسطينيين يقولوا ويلون لنا ايه؟ ده لم يكن مثله ولا ما قبله ده بص عمل ايه في المصريين وبص عمل ايه في الناس ويلون لنا لأن الاليها القادرين قد جاءوا لإهلاك انا وكانوا عايزين يقول ايه؟ احنا مش هدى صاحب التابوت ده البرة شايفين قد ايه؟ ربنا عظيم وحضوره يصنع معجزات واللي قريبين منه استخدام المقدسات هاتي التابوت التابوت لو ما عندكش قداسة على فهم فيه امور كتير في كلمة طالبة بس استخدامها بطريقة غير مقدسة بدوافع غير مقدسة ما تجيبش نصرة تجيب ايه خبوت على طول يعني مثلا ايه؟ ازاي بلتقول يا اخوة يا مهر تقول نادوا بصوم واعتكاف لما تيجي تتكلم عن الصوم والاعتكاف فحد ذاته ايه؟ ده رهيب طب خلي الكنيسة تعمل صوم واعتكاف حقيقة التاريخ يقول انه الكنيسة لما صلت في مصر الجبل تنقل من مكانه التاريخ بيقول كده الكنيسة لما تصوم وتصلى محدش يقدر يوقف قدام ايده القديرة بس تيجي زمن نادوا بصوم واعتكاف ليه؟ ده خطة عشان بكرة نشهد شهادة زور على الراجل النبوت اليزرعيلي وناخد حق له ونقتله يخسارة الصوم والاعتكاف هاتوا تبوت الرب ليه؟ عشان يدينا نصرة يخسارة انكم تستخدموا المقدسات لاغراض شخصية اللي بيستخدموا الخدمة لاغراض شخصية مش عايز اغوص في الحتة دي لان لو غوصت في الحياة جوه قلبي حاجات كتير اوه يعني خليها في مكانها استخدام امور الله لامور شخصية بدوافع غير نقية تيجي وراها ايه؟ ايه خابوت مرات كتير مرات كتير ياما مرات استخدمنا امور الله استخدمنا الخدمة استخدمنا الصوم والاعتكاف استخدمنا تبوت الله استخدمنا حضور الله لا دي البلوة الكبيرة استخدمنا مواهب الروح القدس باغراض شخصية تعالوا واحد ربنا يدي له مواهب اظهار كلام علم مثلا او واحد ربنا يدي له مثلا مواهب خارقة للطبيعة بحسب كورنسوس الاولى 12 يعني مثلا مواهب شفا او عمل قوات وتخيل ده بيتعاملوا معا انا شفت في يوم الايام لدعى لذكر الاسماء واحد من ربنا ميزهم بمواهب روح قدس قوية وفي الحياة جايب بودي جاردس عشان الناس ما يقربوش منه وكانه الراجل ده جايب المواهب ده من اين؟ من بيتهم من عنده ييجي الرب يقول ايه؟ استخدام الامور الالهية باغراض غير مقدسة ده يجيب ايه خابوت استخدام الخدمة اللي جمع اموال استخدام امور ربنا بامور غير حقية وكذب يجي الرب يقول ايه خابوت استخدام التابوت في وقت من الوقات واحنا مش مقدسين يقف ضدنا عشان كده ايه خابوت ايه خابوت زال المجد طب لو عايزين المجد يرجع على لو عايزين مش ايه خابوت لو عايزين انه يرجع التابوت وعهد الرب مرة اخرى لو عايزين لما يوقف اخويا ماهر يسبح كده القلوب ربنا يلمسها 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 بقوة لما الكلمة تتقالت الى ارض جيدة وتجيب صمر لما اولادنا يقولوا في درس كتابة او مدرس التعليم يجروا عليها اكتر من اي حاجة عارفين ده محتاج ايه محتاج نعود لنطلب مجد الله بقداسة مرة اخرى ترنيم اللي رنمها اخويا ماهر قبل الخدمة انه انا بطلب مجدك وريني مجدك وان كان في عناي اشور شلها بيدك بس على فكرة حضور الله ده مش موضوع سهل يعني زمان حكيلكم قصة ونصلي مع بعض زمان حصل انه الشعب غار من موسى فقالوله شميعنا انت تطلع الجبل تقعد مع ربنا واحنا لا خروج تسعتاشر قالوله في عدد اربعة واحنا كمان نفسنا نشوفه موسى كم طيب او راح صعد قدام الرب وقالله الشعب عايز يشوفه كرم فعدد اربعتاشر انحضر من الجبل وقالهم ربنا موافق ان انتوا تقابلوه وبعدينه قالهم ايه تقدسوا الى اليوم الثالث في عدد خمستاشر وكانوا عايزوا قالهم ايه ربنا هيقابلنا بعد ثلاثة ايام بس عشان تقابلوه تقدسوا تخيل لو ربنا هيقابلهم يوم السابت مثلا يتقدسوا من ايه من يوم الاربع بالليل وكل واحد ينادف ازان صاحب يقول له خلي بالك انا اقابل الرب بعد ثلاثة ايام خلي بالك خلي بالك اوقع تعمل ولا خطيئة يقول لك او حدث في عدد ستاشر حدثها في اليوم الثالث انه صارت رعود وبروق والجبل يدخن والجبل كله يرتعد ويرتجف ايه ده حضور ربنا اول ما شافوا كده في صهر عشرين يقول لك ايه وكان الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن يقول ان الشعب ارتعد واقفوا من بعيد وقالوا لموسى تكلم انت معنا فنسمع ولا يتكلم الله معنا لألا نموت بص يا موسى انت مننا وعلينا بس حقيقة بلاش هو ليه لو جاز لي التعبير بالصعيد اقول ياد الخيبة ياد الخيبة قاله بلاش هو وما ليه لا لا احنا نعبوده من بعيد لبعيد بس من فضلك من فضلك خلينا بعيد عنه انت اخد منه ودينا احنا عندنا خطايا كتير من يقول له ناقي خلد يا رب شيل كله معطل يعوق حضورك اصلي ان كل ايه خابوت يترفع من وسطينا يا رب اصلي الكنيسة عندنا في الشربية واصلي الكنيسة في مصر واصلي الكنيسة في كل العالم يا رب بعد فيروس كورونا تعود الكنيسة تحمل حضورك للمتعبين يا رب تعود الكنيسة ممتلئة بمجدك مرة اخرى يا رب يلا مين يقول للرب احنا عايزينك الوقت اللي جاي احنا عايزين مجدك احنا عايزين حضورك احنا عايزين الايام اللي جايين نشوفك يلا مع اخويا ماهر كده وانت بتقول للرب تعالى 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 قدس اوانينا وقدس قلوبنا يا رب بدينا نعرف حقك ولو في حد بيسمعنا او هيسمعنا ما يعرفكش يتعرف عليك معرفة حقية بنصلي يا رب ان كل نجاسة وكل خطيئة فعلية او بالفكرة او بالعلاقات والتليفونات يا رب النهاردة تحديث للقلوب دينا نقرب من كلمتك ودينا النهاردة يا رب نقترب من عرش نعمتك واحنا بنقول لك قدس اوانينا يا سيدنا هاللويا 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 مجدن 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 يا رب اسمع صلاتي اقبل واستجيب تعالى يا رب اقبل واستجيب تعالى وزور حياتي واملاها لهيك انا طلبي ان اشوف المجد امني ان اشوفك وحتى ان اخر باب تسد هالمسهد بثوبك انا طلبي ان اشوف المجد امني ان اشوفك وحتى ان اخر باب تسد هالمسهد بثوبك انا هالمسهد بثوبك انت شافي نفسي انت شافي جسدي انت شافي نفسي يا رب انت شافي جسدي انت طبيبي انت اله عظيم انت اله معاك مفيش مستحيل تحيني من مماتي انت اله عظيم انت اله معاك مفيش مستحيل تحيني من مماتي انت اله انت اله انت اله انت اله انت يسوع الفدي انت واهي بالحياة انت واهي بالحياة انت واهي بالحياة انت لي بطنجة وفي ايدك ظروفي وفي ايدك ظروفي انت بتدي سلام، انت فيك الأمان انت محي خوفي، انت محي خوفي انا بس محتاج لصوتك، انا هدفي رضاك وخوفك انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك وحتى الاخر باب تسد، هلمس هد بثوبة، انا هلمس هد بثوبة يلا اقول للرب انا محتاج يا رب النهاردة تلامس معاك يا رب يلا مين يصلي معايا يقوله في اسم الرب يسوع لا يكن ايه خبوت في حياتي لكن حياتي كلها ممتلئة من حضورك واعلان مجدك يا رب حياتي كلها الايام اللي جاية تعلن عن محبتي ليك محبتي ليك، يلا تعالى لو في القلب اسام او خطيئة قل الرب ساعدني النهاردة احبك اقرب منك لو في حد بيسمعنا او هيسمعنا او حد على صفحاتكم من فضلكم شيروا ده لحبيبكم لسه بعيد عن الرب تعالى قل له افتحيني اشوفك وديني نعمة تلامس معاك يلا مين يقوله ساعدنا احبك يا رب قل له خزني عند الصليب حيش قدامي السكين يا رب فلا اجد سوى اني اسكت اسكت امامك فحضورك لإعلان مجدك يلا اقول له انا نهاردة جاي يا رب رب يسألك سؤال انت بتحبيني انا انت عايزنا انا تعال تعال اقول له ربنا كذا انا بحبك اتحبوني 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 انت حبتك يسوع اقصر من هؤلاء من قلبك والاحشا وان حنقرتني ساظب وقفاً هنا منتظر الرجوع أني رأيت الدموع ولا تنسى أني محبك ومخلصك يسوع أتحبني 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 لا تخجل لا تخجل من أثام أو تخشى من ظلام من نظر ونصطنار وبدلت رماداً بجمال فإن فسد الوعى أو إن فقط الرجال ففتيلة لو أطفئو أنا الألف وليا لا تخجل من أثام أو تخشى من ظلام من نظر ونصطنار وبدلت رماداً بجمال فإن فسد الوعى أو إن فقط الرجال ففتيلة لو أطفئو فأنا الألف وليا أحبك 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 من كل قلبي من كل قدرتي فحبك أحبك 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 حيث حيث عد قدرتي فلا أقدر إلا أن أجتو سجود أي حبيب من كل قلبي من كل قدرتي فحبك عصرني وأذا بقى ساوتي خذني عند الصليب حيث الدام السكيب فلا أقدر إلا أن أجسو سجودا يا حبيب وحبك صليها وحبك وحبك نعم يا رب سعدنا نحبك من كل قلوبنا سعدنا نعبودك سعد قلوبنا يا رب إن هي تتمسك بيك الوقت اللي جاي يا رب يا رب سعدنا نشوفك رب كل إخابوت في حياتنا يكون ده زمن لانتهاءه يا رب كل عدم قداسة في الفكر والقلب كل عدم معرفة لحقك في حياتنا كل مرة استخدبنا المقدسات بدوافع غير مقية كل مرة كان فيك يا رب أمور أنت عرفها أنت عرفها محتاجة تتشال نحن بنصلي يا رب محتاجين نشوفك محتاجين نشوفك يا رب محتاجين نشوفك محتاجين نشوفك حليلويا محتاجين نشوفك محتاجين نشوفك هنهض هنسى معاك ضعفي وهقول أنا هرجعلك من تاني أنا راجع لمكاني واقف على الأصوار وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامي بترنباتي يسوعي هيكون نور أعلاني أنا هرجع لك من تاني أنا راجع لي مكاني واقف على الأصوار وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامي بترنباتي يسوعي هيكون نور أعلاني يا رب رجعنا ليك من تاني بقداسة حائية للخطة العظيمة اللي على قلبك نعيشها يا رب بصلي في اسم الرب يسوع لأجل كل حد وصل لألو الكلمة يا رب وبصلي النهاردة تكون بزار لأرض جيدة يا رب يا رب بصلي إخابوت الوقت اللي جاي يكون زمنه راح والوقت اللي جاي ييجي إعلان مجدك ونقول كده ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا وحل بيننا حل بيننا حضورك يملانا ويملى بيوتنا ويملى كنيستك ويملى شعبك يا رب بدينا نعيش مقدسين ليك اليومين اللي فضلين في العمر شيل كل أعدم قداسة يا رب وشيل كل أمور شخصية بدوافع غير النقية وافتح شيئتنا لكلمتك وللقاعدة معاك ودينا رؤى من عندك الأيام اللي جاي يا رب قدي الكنيسة تكون مرهبة كجيش بقلوية تعود لمكانها تعود لمكانها تعود لسلطانها يا رب اليومين اللي فضلين في العمر قدينا نعيشهم في مجدك في اسم يسوع في اسم يسوع تعالوا حباء نختم مع بعض بأبانا اللي مرنمه وإحنا مع بعض بعدها البركة الرسولية أبانا اللي في السماء ليعتقدس اسمك ليأتي ما لكوتك لتكن ما شئاتك كما في السماء كذلك على الأرض وخبزنا كفافنا أعطينا في أيامنا واخفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا لا تدخلنا في تجربة بل نجينا من الشريك لأن لك الملكة والقوة والمهدى من الأزال إلى الأبد والآن نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح محبة الله شركة وعطية روح القدس تكون معكم تدوم فيكم من الآن وإلى الأبد وشعب الرب يقول آمين آمين الرب معاكم يحميكم ويحفظكم ويحمي بيوتكم وفي اسم الرب يسوع نشوفكم قريب الرب يفتح كل الأبواب المغلقة ونعد من الأزمة دي في اسم الرب يسوع لا يفقد أحد ولا ظل نركع زي ما احنا كده الرب معاكم ونصلي لأجلكم بنحبكم من كل قلوبنا إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي